أكدت النيابة العامة الألمانية اعتقال رئيس الرجاء الرياضي محمد بودريقة في مطار هامبورغ قادماً من دبي بناءً على مذكرة توقيف دولية في حقه حسب ما أوضح موقع دي دابليو وتابع المصدر ذاته أنه تم اعتقال بودريقة بمطار هامبورغ عندما حل بألمانيا قادماً من دبي حيث أوضحت النيابة العامة الألمانية أن المعنية بالأمر بودريقة محتجز لديها في انتظار تسليمه للسلطات المغربية علماً أن رئيس الرجاء الرياضي كان قادماً إلى ألمانيا بغية لقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور لإقناعه بتجديد عقده وكان بودريقة قد غادر المغرب في يناير الماضي عقب مرافقته فريق النسور إلى الإمارات بعد ذلك أعلن إصابته بأزمة قلبية اضطر على إثرها إلى إجراء عملية جراحية في بريطانيا وأكد في خرجات إعلامية سابقة أنه في فترة نقاها وصحته أهم من كل شيء على أن يعود إلى المغرب بعد التماثل للشفاء وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين سبع قد أصدرت في حق بودريقة العام الماضي حكما بالحبس أربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة تجاوزت المليار سنتيم جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي في عهد بودريقة توجب البطولة الاحترافية في قسمها الأول الموسم الرياضي المنصرم بعد تصدره الترتيب النهائي برصيد 72 نقطة دون أن يتعرض لأية هزيمة خلال 30 جولة محققا 21 انتصارا وتسعة تعادلات كما حقق لقب كأس العرش بعد فوزه على الجيش الملكي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب أدرار بأكادير